بس بوسط رايبي في الهاشوار بسرعة كتوجد وكتجيه شيشة والذي دوب مقادير جد اقتصادية اول شي اي كان وضع في الهاشوار ثلاثة ديال البيضات اللي جبتهم قبل من تلاجة دروري يكونوا بدرجة حلالة المطبخ باش كتجينا هاد الوصفة ناجحة بعد ما كان وضع ثلاثة ديال البيضات بهاد الشكل هادا كيما تلاحظوا معايا غادي نضيف بقية المكونات دفعة واحدة غادي نضيف قبصة ديال الملح باش منساهاش في الاول غادي نضيف نصف كاس ديال سكر سنيدة او سكر حبيبات تقدرو تنقصوا منو يكنتو ما كتبهوش الحلوه بزاف او لا تقدرو تزيدو غادي نسم بهاد مصحوق الفانيلا تقدرو كذلك تنسمو بالقشور ديال الحامض او القشور ديال البرتقال او سكر بنكهة الفانيلا وغادي نزيد كذلك نصف كاس ديال زيت النباتية وغادي نضيف ريبي اللي بنكهة ديال الرمان غادي نضيف هادا العلبة كاملة من الاحسان حتى هيا نكونو جابدينها قبل من تلاجة باش ما يكونش بارد باش جينا هادا الوصفة كذلك ناجحة بعد ما كنضيف هادا المكونات هادو غادي نغلق على هاد الهاشوار وغادي ندمج هاد المكونات جيدا لانا الهاشوار كتسهل علينا عملية ديال الدمج يعني ما كان تعبوش وما كان بدلوش واحد المجهود فقط بالهاشوار كندمجو هاد المكونات ضغية ضغية يعني فرمشة عين وكتكون عندنا البسبوسة واجدة يعني ما كتاخدش لنا وقت نهائيا سافي هنا كيما تلاحظوا معايا كندمج هادا المكونات هادو يعني بصور عارة كيددمجو لنا بعد ما كنحسب هاد المكونات دمجو مزيان وهذاك البيض تخلط مع جميع المكونات يعني هي بحلي لك تطرب لنا كتدير الضوز ديال الطراب الكهربائي او الطراب اليداوي وكيما تشوفوا معايا هادية النتيجة كل شي اطرب مزيان مزيان هنا سمحوا لي من دون قصد درت كاس ديال السميدة رقيقة ما تصورش لي الكاس اللول وهنا غادي نزيد الكاس الثاني فهد البسبوسة هادي خدت لي جوج كيسان عامر كيسان عامرين مزيان ديال السميد الرقيق او السميدة اللي خاصة بالبسبوسة او اللي خاصة بالحرشة وكذلك بالبغرير وغادي نغلق هاد الهاشوار وغادي ندمج الكاس الثاني يعني بعد ما اضفت الكاس اللول ادمجو بوحدو وعاد اضفت عليه الكاس الثاني غادي ندمجو كذلك كما تشوفوا معي فقط دورة واحدة كل شي كي يتدمج لينا بسرعة يعني ما كنت اخدش وقت نهائيا وكنحصله على الخالي طيب هاد الشكل هادا اللي غادي نخليه يرتاح واحد جوج دقيق حتى الثلاثة ديال دقيق حتى غادي يعقد واحد شوية وغادي يتقل يعني ضروري في الاول نخليه بعد الشكل هادا ما نخليه الشعاقد الى خليناها عاقدرا ما غاديش دينا هاد البسبوسة ناجحة وغادي نخلي لكم المقادير مكتوبين بالضبط في صندوق الوصف غادي نخلي هاد الخاليط جانبا بين ما وجت المول ودهنته بالزبدة وكذلك ارشيته بشوية ديال السميدة وفي هاد الاتنى ابعد ما كنرجع الخاليط غادي يكون عقاد وحد شوية وتقال شوية غادي نضيف ليه جوج اكياس ديال خميرة الحلويات كله وحده من وزن 8 جرام في المجموع 16 جرام وغادي ندمجهم جيدا وقبل غادي نغرب لهم مزيان مزيان بش نتأكد انني حيت منهم اي كويرات او اي حبيبات بش يجيوني سهلين في الدمج في هاد الخاليط هادا ديال البسبوسة بطابعة الحال هنا غادي نخلط غير بالخلاط اليدوي بش يبقى هاداك المفعول ديال خميرة الحلويات بعد ما كنتأكد انني ادمجت هذيك خميرات الحلويات جيدا جيدا غادي نجيب المول اللي غادي نوضع فيه هاد الخاليط هنا كيما تشوفوا معي بعد ما خليت الخاليط ديال البسبوسة لمدة ديال 4 دقيق تقريبا فهوارا كي يعقاد وكي يتقال كي يولي بهذا الشكل هادا احنا غادي نجيب المول اللي يدهنتو بالزبدة ورشيتو بالسميدة نفس السميدة اللي درت بيها البسبوسة وغادي نصب فيها هاد الخاليط هادا كيما تشوفوا معيار كي يجي اللون دياله وردي وحت هاد البسبوسة كي يجي اللون ديالها وردي من الداخل هادا كرايبي هو اللي يعطيها هاد اللون كي تجي رائعة في الشكل وكذلك في المعضاق هنا بعد ما كنصب هاد الخاليط في المول غادي ندخل هاد البسبوسة هاد الفران حتى الطيب حتى تبلينة حمرات من الأسفل ومتافخات وكذلك ننزلوها واحد شوية باش تحمر لينا من الفوق وهذا هو الشكل ديال البسبوسة بعد ما كنخرجها من الفران كي ما تشوفوا معيار كي تجيب هاد الشكل هادا بالنسبة الناس اللي كي بغيو انها تكون مسقية فتقدروا تسقيوها بالسيرو او لا بالعصير ديال البرتقال او لا السيرو اللي كنصيبوه بالحامض والسكار والماء بالنسبة لي فضلت ان يعني فقط هكا ندهنها بشوية ديال العسل هنا عندي العسل طبيعي او العسل الحور كندهنها كتجي رائعة كتجي فيها وحتى عليك زوينة هكا بالعسل غادي ندير عليها فقط القليل ديال العسل وغادي نزينها بالكوك تقدرو كذلك تزينوها باللوز كونكاسي او لا الحبيباس ديال الشوكولاتة كذلك بالكوكو مهرمش يعني تبقى التزين على حسب الرغبة ديالكم شنو كتفضلو كذلك على حسب اللي متوفر عندكم غادي نستمر حتى غادي نرش هكا بالقليل من العسل وغادي نزينها بالكوك وهذا هو الشكل النهائي ديال بس بوسط رايبي في الهاشوار كتجي ولا ارواع كتجيه شيشا والديدة مقادرها جد اقتصادية كنتمنى انكم تجربوها لانها فعلا كتجي رائعة غالي نقطع لكم قطعة باش تشوفوا معي الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل كما تلاحظوا معي يارا كتجيه شيشا ضغية كتقسم وهذا هو الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل كتجي رائعة فيها واحد اللون وردي اللي خفيف كتجي ولا ارواع شيشا والديدة وكتجي من السماء بس بوسط كتجي رائعة والديدة ومقادر اللي جد اقتصادية فهنا عندي ثلاثة البيضات ونص كاس ديال سكر سنيدة او سكر حبيبت مص كاس ديال الزيت النباتية ياغورت بنكهة الموز وطبيعة الحال السميدة الخاصة بالبس بوسة كيس بسكر نكهة الفانيلا وكيس بودرة الكاكاو المر وكيسين من خميرة الحلويات غادي ندير كل شي في الهاشوار لانها هكا تسهل هدا العملية وكن حصله على بس بوسة رائعة وناجحة وبدون مجهود ولا تعب غادي ندير المكونات دفعة واحدة فضفت البيض والسكر والزيت وكيس سكر بنكهة الفانيلا وغادي نزيد الياغورت بنكهة الموز تقدروا كذلك تديروا بنكهة الفانيلا او الياغورت طبيعي وغادي نخلط المكونات جيدا جيدا حتى نحس بهم انهم نساجموا وتخلطوا مزيان مزيان حتى في هاد الاثناء هادي فغادي نزيد كاس ديال السميدة في المرحلة الاولى ومن بعد كان قا نضيف السميدة تدريجيا حتى نحصل على القوام المطلوب اللي ما يكون خفيف ما يكون تقيل هنا غادي نضيف كيس كاكاومور او ملعقة كبيرة وغادي نخلط المكونات جيدا حتى ينساجموا وفي هاد الاثناء هادي غادي نشوف الخليط واش محتاج نزيد ليه كمية كبيرة ديال السميدة او لقليلة هنا مبدئيا غادي نضيف نصف كاس حتى غادي نشوف يعني دائما السميدة في البسبوسة كنضيفوها تدريجيا باش ما نتقلوهاش بزاف سافيا غادي نخلط هاد نصف كاس مع بقية الخليط وغادي نعود نشوف القوام ديال الخليط واش عقاد شوية او لباقي خفيف او لباقي جاري هنا كما تشوفوا معايا باقي خفيف شوية نقدرو نزيدو ليه نصف كاس او لجوج معالق كبار عامري مزيان ديال السميدة يعني على حسب عينكم ميزانكم سافيا غادي ننضيف هاد الكمية هادي ديال السميدة وغادي نعود نخلط جيدا جيدا حتى غادي نحصل على القوام المطلوب ديال خليط البسبوسة ودائما في الهاشوار فهي كتسهل علينا عمليات الخلط وكتوجدها لنا بكل سهولة وبسرعة وهدا هو القوام المطلوب ديال خليط البسبوسة كما تشوفوا معايا كيجيب هاد شكل هادا فهنا حيت هاداك الموس وغادي تشوفوا معايا الخليط كيجيب هاد شكل هادا هدا هو الخليط كيفاش يخصو يجي مخفيف مطقيل وهنا غادي نزيد جوج اكياس ديال خميرة الحلويات ما يعادي الـ 16 جرام تقدروا تخلطوا كل شي بالهاشوار انا فضلت نخلط فقط بالملعقة لان دائما خميرة الحلويات من اللي كنخلطوها بزاف فالمفعول ديالها ما كيبقاش كنفضل نحركها فقط بالملعقة او لبطرها باليداوي سافي وهنا خليط البسبوسة يكون عندي واجد في هاد الاتناء درت مول ديال فراند هنتو بالزبدة ورشيتو بالسميدة المول تبقى على حسب الاختيار ديالكم إلا بغيتوها تجي طالعة بزاف فقديروا المول للقطر دياله صغير بالنسبة لي ادرتها في هاد المول للقطر دياله 26 سنتيمتر ومع ذلك ركا تجي طالعة شوية يعني تجي رائعة هنا غادي نفرغ الخليطة ديال بسبوسة في هادك المول وغادي نقدها وحد شوية ونضربها مع سطح العمل باش كنت تسوي لنا وباش كيحيدوا منها اي فقاعات سافي وغادي ندخلها الفران باش غادي نطيب المدة ديال نص ساعة وهنا بعد ما خرجتها كما تشوفوا معايك يجي دوي الشكل ديالها كتجي رائعة وكتجي طالعة وكتجي خفيفة ومفشفشة هنا خديت كاس ديال الحليب اللي غادي ندوب فيه جوج معالق صغار ديال الكاكاو حلو هادا ديال الفطور سافي غادي نحركو مزيان مزيان وغادي نتقب هديك البسبوسة بوحد الكيردون باش كتشرب لنا مزيان مزيان هذك الحليب اللي غادي نسقيوها به فيه ومن بعد فكتسقيها مزيان مزيان من جميع الجوانب بهذاك الكاس ديال الحليب اللي دوبت فيها هذك الكاكاو الحلو وغادي نخليها كتشرب را كتجي رائعة وخصوصا إلا بازت كتجي رائعة وكترتاب مزيان وكتجي لديدة سافي هنا غادي نسقيها بهذا الكاس ديال الحليب بهذا الشكل هادا وبالنسبة لتزيين فراه تيبقى اختياري تقدروا تزينوها بصوص ديال الشوكولات اللي كتوجدوها بشوكولات مدوب قد اضيفو ليه ضانون مسوس او لا ياغورت مسوس ممكن تزينوها باللوز مهرماش ممكن تزينوها باي شيء بغيتونتوما بالنسبة لي غادي نخليها حتى غادي تشرب مزيان هذك الكاس ديال الحليب وغادي نزينها بشوية ديال العسل غادي ندهنها من الوجه ديالها وغادي نزينها بشوية ديال الكوك وكتجي رائعة وكيجي دوشكل ديالها كتجي لديدة ومفشفشة ودغياك توجد القوتيك اغنشارك معكم كيكة الموسيم بتفاحة واحدة كتجي لديدة معلكة وهشيشة والاهم انها اقتصادية كنحتاج لاول شيء ثلاثة ديال البيضات وكاس الى ربع سكر سنيدة او سكر حبيبات وغادي نضيف القليل من المسحوق الفانيلا او سكر بنكهة الفانيلا وغادي نخدم المكونات جيدا بالطراب الكهربائي باش كتجينا هاد الكيكة شيشة وكتجي طالعة وكتجي لديدة واكتر من رائعة كنا نستمر بالطراب هاد الشكل هادا حتى كندمج لي هاداك البيض مع سكر سنيدة وكنحس به انه طلع واحد شوية وكنضيف الزيت تدريجيا هنا عندي مص كاس ديال الزيت للقياس بالكاس ديال العنبة كنضيفه تدريجيا مع تحريك المستمر او مع تطراب المستمر حتى كيتبدل اللون ديال البيض كنضيف رشة ديال الملح وياغورت بنكهة الفانيلا وكنطراب هاد المكونات جيدا حتى كينساجموا مع بعضهم وكنضيف كاس ديال دقيق الفورس اللي مغرب له جيدا بالنسبة لهاد الخالط غادي ياخد لي جوج كؤوس ديال الدقيق الابيض او ديال الفورس لقياس بالكاس ديال العنبة كما تشوفوا معايا ضفت جوج كؤوس وغنخلطهم جيدا جيدا ونتأكدوا اننا حيدنا جميع الكويرات بعد الشكل هادا والدقيق ديبقى على حسب البيض واش كبير ولا صغير تقدروا تزيدو وغادي نضيف كيسين من خميرة الحلويات لوزن في المجموع 16 جرام غادي نغرب لهم باش نتأكد انني حيت اي حبيبات او اي كويرات وكنخلط الكل جيدا بهاد الشكل هادا حتى كنخلط مزيان هديك خميرات الحلويات مع الخالط ديال الكيك والكيك تيجي دواء شكل ديال القوام دياله او ديال خالط الكيك تيجي بهاد الشكل هادا من بعد كنا اخد واحد المول اللي دهنتوا بالزبدة ورشيتوا بالدقيق على حسب الرغبة ديالكم يلا بغيتوها تجي طالعها بزاف فتقدروا تديرو المول اللي القطر دياله صغير اه بالنسبة لي فضلت نديرها في هاد المول هادا اللي تيجي كبير القطر دياله 26 سنتيمتر غادي ناخد تفاحة واحدة اللي غسلتها ومسحتها وغادي نقشرها ندين حييد لها القشور ديالها وغادي ناخد هاد الحكاكة العيون الكبار غادي نحكها بهاد الشكل احنا كما تلاحظوا معايا بعد ما حكيت هاد تفاحة بهاد الشكل هادا غادي نضيف لها ملعقة ديال سكر سندة او سكر حبيبات اللي توفرت عندكم سكر بنكرة الفانيلا تقدروا اضيفوا كيس واحد كي نسمها وكي اعطيوا حد لدة رائعة غادي نضيف ملعقة ديال الميزينة او نشط دورة الدور ديال الميزينة انها كتنشف هاداك الماليف التفاح وكذلك كتعطيوا حد تأليكة رائعة وغادي نزيد قطارات من الحامض او عصير الحامض باش هدفاح ميك حالش لينا وكندمج لكل جيدا وغادي ناخد هاداك الكيك اللي خلته جانبا وغادي نبدا نرشف هاد التفاح هادا المحكوك او المبشور غادي نوزعوا على السطح ديال خالة الكيك بالكامل بهاد الشكل هادا يعني كنوزعوه بشكل متساوي تقدروا هنا تزيدوا رقائق اللوز او لوز ايفيلي يلا توفروا عندكم كيجيوا كذلك رائعين في هاد الوصفة او في هاد الكيكة سوفوا غادي ندخل الكيك ديالي الفران حتى غادي تنتافخ وحتى غادي تتحمر من الفوق ومن الاسفل وهنا بعد ما خرجتها كيكون هادا والشكل يالها كيما تشوفوا معايا كتجي طالعة كتجي رائعة وكتعطي منها واحد رائحة اكتر من رائعة ديال هاداك التفاح كتجي زوينة بزاف هنا غادي نزينها بالقليل من العسل تقدرو كذلك تزينوها بالنباج على حسب اللي متوفر عندكم تقدرو كذلك لما درتوش اللوز ايفيلي في الاول ترشو شوية من الندابة او لا اللوز كونكاسي على حسب الرغبة ديالكم وعلى حسب اللي متوفر عندكم صافي انا غادي نزينها غير بالقليل من العسل كيعطيها واحد لمعة رائعة وكذلك كيعطيها واحد لدة رائعة مع هاداك تفاح اللي فيها وكتجي اللي دا وهشيشة ومعلكة كتجي اكتر من رائعة كنتمنى انكم تجربوها بهالطريقة هادي متأكدة غادي تعجبكم بزاف هنا غادي نقطع لكم واحد القطعة بشوفوا معايا كيفاش كيجي شكل يالها من الداخل كاتجيه شيشة بزاف وكيجي داك تفاح فيها كيجي معلك وعطيها واحد لدة رائعة فقط بتفاحة وحدة كيما تشوفوا معايا حصلنا على واحد الكيكة اللي لديدة بزاف كيما تلاحظوا معايا كاتجي مفشفشة كاتجي مفشفشة خفيفة ومهوية وهذا كتفاح كيعطيها واحد تعليكة لديدة بزاف كيما تلاحظوا معايا كاتجي زوينة بزاف كنتمنى انكم تجربوها بما انه موسم تفاح هذا الوقيت دياله فقط تفاحة وحدة او لحتة تقدروا تديروا جوش تفاحة إلا كانوا صغر بهالطريقة هادي كيجي رائع وكاتجي واحد الكيكة من السماء ورائعة متشبعوش منها كنتمنى فيديو اليوم ووصفة اليوم تكون نلت إعجابكم وتجربوها لأنها فعلا تستحق تجربة ومتبخلوش عليا بلايك تعليق اشتراك إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة بارتاج مع العائلة والأصدقاء اللي تعمل فائدة وانطلقوا إن شاء الله فيديوهات جديدة ووصفات جديدة وأفكار جديدة كذلك ومتبخلوش عليا بالدعم ديالكم وشكرا للمشاهدة خليتكم على خير وإلى اللقاء